موسيقى خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد ابو ظبي ومن الرئيس المصري المملكة تدين وتستيكر بشدة تفجير الانتحاري الذي وقع شرق افغانستان الجيش اليمني يحكم حصاره على الميليشيا الحوثية في الحديدة ويؤكد ان تحريرها مسألة وقت موسيقى الثالثة والنصف بتوقيته مكة المكرمة نشر اخباري مفصلة السلام عليكم تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله اتصالا هاتفيا امس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك واعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة المباركة سائلا الله تعالى ان يعيدها على الامتين الاسلامية والعربية بالخير والبركات كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله اتصالا هاتفيا امس من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك واعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامتي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة سائلا الله تعالى ان يعيدها على الامتين الاسلامية والعربية بالخير والبركات عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ادانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في اقليم نانكارهار شرق افغانستان وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية افغانستان الاسلامية الشقيقة مع التمنيات المصابين بالشفاء العاجل مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية افغانستان الاسلامية ضد الارهاب والتطرف فاكدت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية عدم وجود سعوديين في حادث الدهس الذي وقع امس وسط العاصمة الروسية موسكو وافاد بيان للسفارة بانه بالاتصال مع السلطات الروسية المختصة تبين عدم وجود مواطنين من بين المصابين معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل قال مسؤولون روس وشهود ان سيارة اجرة صدمت حشدا من المارة قرب الميدان الاحمر في موسكو يوم السبت ما ادى الى اصابة ثمانية اشخاص بينهم امرأتان من المكسيك في المدينة التي تستضيف مباريات من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا ووقع الحادث في الوقت الذي تدفق فيه سكان وزائرون من مشجعي كرة القدم من انحاء العالم على وسط موسكو في مساء صيفي دافئ وقالت هيئة المرور في موسكو ان رخصة السائق صادرة من قرغيزستان احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي تقطنها اغلبية مسلمة وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سيانين في تعليقنا على تويتر ان السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة في حين قالت شرطة المدينة انها فتحت تحقيقا جنائيا في الاشتباه بانتهاك قواعد المرور واظهرت لقطة مصورة للحديث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة الاجرة وهي تخرج عن طابور من السيارات المتوقفة في ازدحام مروري ثم تنطلق مسرعة وتصعد على الرصيف الضيق المكتظ بالمرة وتسير لنحو عشرة امتار على الرصيف قبل ان تتوقف بعد ارتطامها بلافتة مرورية وبينما حاول المرة اخراج السائق قفز من السيارة وانطلق هاربا ليلاحقه المرة ويطرحه ارضا وقالت هيئة ادارة المرور في موسكو ان السائق لم يكن مخمورا ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن مصدر قوله ان السائق نام اثناء قيادته السيارة وضغط بطريق الخطاء على دواسة البنزين في حين قال السائق انه كان يعمل طوال الليل وانه حاول الهرب لشعوره بالخوف حسب ما افدت وكالة تاس للانباء نقلا عن مصدر بالطوارئ وستعقد جلسة عاجلة لمحاكمة السائق يوم الاثنين حسب المصدر نفسه وكانت الخارجية الامريكية قد حذرت الامريكيين يوم الجمعة من ان الجماعات الارهابية تتآمر لشن هجمات قد تستهدف مواقع سياحية او مراكز النقل او الاسواق والمراكز التجارية او المنشآت الحكومية نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل الحوام موروث شعبي يعود مجددا داخل الاحياء ايام العيد اهلا بكم مجددا ومازالت مشاعر الفرح والسرور تتواصل في مختلف مناطق المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث تشهد مدينة الرياض عودة الحوامة التي تعد احد مظاهر العيد الشعبية القديمة والملدثرة والتي تنشر البهجة والفرح بين اطفال الحي اعادت امانة منطقة الرياض احياء موروث الحوامة من خلال فعاليات احتفالاتها بعيد الفطر المبارك وهي عادة نجدية قديمة كان الاطفال فيها يجوبون شوارع القرى لاخد عيديتهم منشدين عددا من الاهازيج الشعبية الحوامة طبعا هي موروث شعبي قديم ابتدنا فيه تقريبا من 6 سنوات كان قائم في حي الياسمين بمبادرات شخصية والان تحول الى فعالية رسمية من امانة مدينة الرياض مشكورة الحوامة طبعا عبارة عن موروث شعبي كان الناس الاطفال يدورون في ليلة العيد على الاباب وطرقونها ويأخذون الحلويات هذا هو مسمى الحوامة وليوم زي ما انتم شايف ما شاء الله تبارك الله الفعالية قائمة والناس قاعدة تبحث عن حلوة وفي فعالية حلوة جهزت الامانة عددا من الحدائق داخل الاحياء لاحياء هذا الموروث والتي تستمر من ليلة العيد ولمدة ثلاثة ايام لنقل البهجة والفرح داخل الحي من خلال جولات وآهازيج شعبية وتوزيع الحلوة والهدايا أنا وظيفتي مطوع على أساس أنه عصرت الجيلين جيل الأطفال وجيل الحالة فأنا قاعد أسوي هازيج عن العيدية يعني الأغاني القديمة اللي كانوا يقولونها يعني يقولون مثلا أبي عيدي يردوا الأطفال عادة عليكم تأتي الحوامة لأهمية أحياء الموروث الشعبي الذي يتيح التعارف والتواصل ويعيد العلاقات الاجتماعية وتسهم في إعادة مظاهر الفرح والبهجة التي صارت غائبة حتى في موطنها الأصلي للقناة السعودية عبدالله الفرساني الرياض هدايا العيد رسالة محبة واهتمام يحرص عليها الأقارب والجيران وتقدم على شكل عيديات مالية أو هدايا رمزية التفاصيل في التقرير التالي ترتبط المناسبات الجميلة بهدية أنيقة نقدمها لمن نحب ولا يوجد أجمل من عيد الفطر المبارك الذي يتميز بنكهة خاصة بين أفراد العائلة تختلف الهدايا لكنها تحمل معها السعادة دائما أحيانا يعني جوال وأحيانا الألعاب يعني على حسب اللي يجيني أفرح فيه إن الهدايا على مقدار مهديها هكذا يقول الشاعر وفي اختيار هدية العيد تختلف الأذواق فالذهب خيار مميز للسيدات والأمهات بالنسبة للذهب طبعا أكيد للذهب دائما مختار أو كهدية أول ما يختارون فيه دائما حقا سواء الأمهات أو الأمهات هي أفضل جيدة أما العطورات فهي هدية تناسب الجميع يطلبون مثلا تقوم عطر نساء رجالي بالطريقة أو عطور حق الأطفال وتكون بشكل يعني مثلا جميل وبعدين يمكن يودونه يغلفونها بالطريقة مثل ما تعرف يعني والبعض يفضل شيئا مختلفا تماما فلوس أما أنا فسأختار البخور هدية العيد محمد الحمادي الدمام فطور العيد في منطقة مكة المكرمة يمثل أحد مظاهر الفرح الرئيسية التي تحرص الأسر على تجهيزها وتحضيرها منذ وقت مبكر تفاصيل أوسع في التقرير التالي جاء العيد السعيد بكل معاني محملا بالفرح والسعادة والكثير من العادات الموروثة في جميع مناطق المملكة مائدة الإفطار بمنطقة مكة المكرمة في صبيحة يوم عيد الفطر المبارك جزء أصيل من فرحة العيد لدى الأسر ودائما ما تكون زاخرة بالكثير من الأكلات الخاصة بهذه المائدة تحديدا وزداد عليه طبعا في البيت اللي يسوي الشعيرية اللي يسوي الحلاوة التركي اللي يسوي الشكشوكة اللي يسوي البيت بالكرات يختلف الفطور فهذه كلها تكاميل تتأكل مع الدبيازة تتصدر الدبيازة المائدة التي تعد من أشهر أطباق فطور يوم العيد إلى جانب أصناف أخرى كالهريسة والمنزلة وغيرها جميع منطقة غربية سوى مكة أو الطائف أو المدينة يأكلوا الدبيازة لا يجب منها وما ينتحل الصفر إلا بها وفيه طبعا فيه رئيسة الملوخية وشيطة المنزلة تزاحم هذه الأطباق الشعبية الرئيسية خلال مائدة إفطار العيد أطباق الحلويات المحلية التي اشتهرت بها منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكتمل معها فرحة العيد لقناة السعودية عبدالله الأسمر جدة وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية على نازحي بني العقد وبيت المحنش في مديريتي الخوخة وحيص بمحافظة الحديدة حيث يستفيد منها ستمائة نازح وهي من إجمالية المخصص للمحافظة البالغ اثنتان وعشرون الفا ومئتان وثلاث وسبعون سلة غذائية ويأتي التوزيع في إطال المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق اشترط مسؤول في الرئاسة اليمنية اليوم تسليم ميليشيات الحوثي الإنقلابية السلاح لتحقيق السلام في البلاد وميدانيا لقي أكثر من خمسة وعشرين عنصرا من ميليشي الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون بين إيران الجيش اليمني في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء ومن جانب آخر وصلت تعزيزات عسكرية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية إلى محيط مطار الحديدة بعد السيطرة النارية على المطار وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني قطع كافة طرق الإمداد عن ميليشيات الحوثي التي باتت محاصرة مؤكدة أن السيطرة الكاملة على المطار مسألة وقت في المقابل عمدت ميليشيات الحوثي إلى منع المدنيين من مغادرة المناطق المحيطة بمطار الحديدة لاتخاذهم كدرع بشرية وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش قد تمكنت من تفكيك شبكات الغام متنوعة وعبوات ناسفة كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها على مدخل المطار لتأخير تطهير الجيش والمقاومة الشعبية للمطار بشكل كامل من العناصر الانقلابية يشار إلى أن 118 متمردا لقوا مصرعهم منذ يوم الأربعاء الماضي من جانبه يواصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتين جريفث في صنعاء اليوم محادثات العاجلة بشأن مديرة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وكيفية تسليمها بشكل آمن للحكومة اليمنية الشرعية وتأتي زيارة جريفث وسط أنباع خلافات كبيرة بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية حول كيفية التعامل مع هذه الزيارة خاصة بعد الانتكاسات الميدانية التي تلقوها مؤخرا أعلن الناطق العسكري للجيش الليبي أن القوات الجوية تشن غارات على مواقع الجماعات الإرهابية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت في غضون ذلك أحرزت قوات الجيش الليبي تقدما في المحور الغربي لمدينة درنة حيث بسطت سيطرتها على عدة مواقع وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تقوم حاليا بعمليات تمشيط لغرب المدينة مع تواصل تأمين المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق وكانت قوات الجيش قد استعادت سيطرتها على منطقة الشيحة الشرقية بالكامل قبل أن تنتقل الاشتباكات إلى منطقة المغار التي تتخذها الجماعات الإرهابية مخبأ لها فيما يتوقع قريبا استكمال السيطرة بشكل كامل على أغلب مراطق المدينة وصلت إلى مدينة فالينسيا الإسبانية اليوم ثلاث سفن تقل على متنها ستمائة وثلاثين مهاجرا بينهم مئة وثلاثة وعشرون طفلا تم إنقاذهم من البحر المتوسط ويمثل وصول المهاجرين نهاية نزاع خلف انقسامات حادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وكانت كل من إيطاليا ومالطا قد رفضت استقبال سفينة المهاجرين وافقت حكومة نيكاراغوا على دعوة مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان للتحقيق في أعمال العنف التي بلغت مئة وثمانية وسبعين قتيل على الأقل وأكثر من ألف وثلاثمائة جريح خلال شهرين في البلاد وكان الرئيس دانيال أورتيغا قد رفض فتح تحقيق من قبل هيئات دولية في أعمال العنف في وقت وصلت فيه المفاوضات بين الحكومة والمعارضة إلى طريق مسدود استأنفت آلاف العمال إضرابا عاما أدى إلى شل الحركة في البلد الواقعي في أمريكا الوسطى وأعلن مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا حركة الاحتجاج ارتفعت في هجمات شنتها قوات مكافحة الشغب وقوات خاصة على المتظاهرين إذن أخبار الطقس ومشاهدين الكرام مع الزميل نايف العليان حياك الله يا نايف وكل عام أنت بخير حياك الله أخير سلم شكرا لك أهلا بكم مشاهدين الكرام وإليكم محوال الطقس المتوقع خلال ساعة القادم بمشيئة الله تعالى يستمر نشاط رياح السطحية ومثير للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الفقية على أجزاء من شرق وكذلك وسط المملكة بينما السماء غائمة جزئيا قد تتخلى لها بمشيئة الله تعالى سحب رادية منطرة على المرتبعة الجنوبية وجنوبية الغربية تشمل مرتبعة جازان وعسير وكذلك الباحة ونتقل بكم أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حالة تخزو درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعة القادمة من شئة الله تعالى أجواء حارة نهارا على مكة المكرمة وكذلك على المدينة المنورة وسحب متفرقة عليها بينما يستمر نشاط رياح السطحية مثير للأتربة والغبار على أزاء من منطقة الرياض وكذلك على الدمام وأجواء حارة نهارا كذلك تنشط رياح السطحية مثير للأتربة والغبار على بريدة بينما السماء غائمة جزئيا على حاله على المناطق الشمالية المملكة تشمل اسكاكا وعرعر وكذلك في تبوك في جدة سحب متفرقة وإنسبة رطوبة عالية مشاهدين الكرام على السواحل الغربية وسماء غائمة جزئيا قد تدخل له بمشاهدة الله تعالى سحب رعدية منظرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تشمل مرتفعات الباحة وعسير وكذلك في جازان ونجران هذا كان كل ما دينا مشاهدين الكرام شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء شكرا نايف في اختام النشر مشاهدين الكرام هذا تذكير بأهم ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي ومن الرئيس المصري المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجير الانتحاري الذي وقع شرق أفغانستان الجيش اليمني يحكم حصاره على الميليشيا الحوثية في الحديدة ويؤكد أن تحريرها مسألة وقت في ختام النشر تحية لكم مشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر